موسيقى أعزائي طلبات وطلبات سنوية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 85 مساء الخير على كل طلبنا لعزائي مساء الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي هيتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملحظتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال الحلقة بتاعتنا النهاردة تحت عنوان Revision from Unit 9 to Unit 16 وهيكون في ديافتنا في الحلقة أسازتنا الأفاضل اللي معنا في الستوديو بالترتيب مستر محمد فاتح الباب مساء الخير مساء الخير يا مستر الحمد لله تمنى مساء الخير على كل مستر وهيكون معنا أيضا في الستوديو في الحلقة مستر عماد المنشاوي مساء الخير مستر عماد مساء الخير حبيب برحة داك الله يكريمك الحمد لله وهيكون معنا أيضا في الحلقة مستر عماد حمدي مساء الخير يا مستر مساء الخير يا مستر مساء نور حبيبي وكل عموانتم بخير وأنا بحضرتك وهيكون معنا أيضا في الحلقة مستر محمد علي مساء الخير مستر محمد مسأل نورة أستاذ أحمد أعلم بكل المشاهدين أعلم بك حبيبي وأخيرا وليس أخيرا يكون معنا في الحلقة مستر أحمد عبدالقادر مسأل خيرا مستر الله يخليك تمام شرفتونا واتشرفونا كالعادة ونتمنى لكم إن شاء الله حلقة موافقة وقبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا طلدنا العزائي اللي بيشاهدونا دلوقتي أسازتنا الأفضل اللي معنا في الاستوديو مجمعين كم كبير جدا من الجمل على امتحانات السنوية العامة السابقة والسنوية الأزهرية والورك بوك ونمازج الوزارة طبعا ده هنعمل كفرينج للحاجات دي كلها دلوقتي بحيث ابتداء من الحلقات الخادمة هنبدأ نشتغل على جمل كلها اللي مرتبطة بالفنيات لأن في الوقت ده طبعا هيكون الكتاب متوفر لكل الطالبة اللي بيتتبعنا وهنقدر نحل بقى الجمل اللي يعلن نيو سيستم مع بعض من خلال فريق العمل اللي معنا وطبعا برضو بنقولك دلوقتي أن الكتاب دلوقتي يعتبر متوفر من خلال فريق العمل اللي موجود معنا في البرنامج زي ما المخرج الجميل بتاعنا جايب لنا الكفر على الشاشة ده يعتبر صور المؤلفين بتاع كتاب مدرس على هواه المراجعة النهائية وتحت كل صورة في التليفون بتاع المدرس لأن التليفون اللي دلوقتي الطبعة الموجودة هي الطبعة الأولى بالنسبة للكتاب وهي متوفرة حصري من خلال فريق العمل اللغة الإنجليزية في البرنامج نبدأ الحلقة بتاعتنا مع أسازتنا الأفاضل ونستأذن المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا بيج نومبر 25 ونبدأ 26 ونبدأ مع مصدر محمد فتح الباب طبعا استكمالا نهاردة ليه الريفيجين بتاعنا اللي احنا متجهزينه نبدأ كده بنومبر 51 دكتور أحمد is a famous surgeon he space be clever طبعا دكتور أحمد جراح مشهور هو شاطر can't ولا had to ولا must ولا has to طبعا هنا مواضح من الجملة جامد يعني إن ده deduction استنتاج فطبعا هنا دكتور أحمد famous surgeon جراح كويس يبقى هو أكيد أكيد شاطر أكيد شاطر أو ماهر يبقى طبعا أكيد اللي هي مش can't ولا had to ولا طبعا الإجابة الصحيحة اللي هي must must be أكيد هو شاطر طبعا ده اسمه deduction والكلام هنا واضح إن ده إحنا بنتكلم فيه present في المضارع فبناخد إيه must be clever طيب الجملة دي لو هي جات كده وضف عليها بس حاجة بسيطة وقال فيها he space طبعا a clever student clever student يعني طالب كويس لا هو طالب كويس يبقى بتكلم عنه هو زمان يبقى must have been must have been a clever student ما تكلم عنه هو زمان لكن هو دلوقتي هو مشهور يبقى هو دلوقتي أكيد شاطر يبقى must اللي هي letter C طيب number 52 بيقول هنا he can hardly walk he space be very ill هو can hardly hard اللي هنا معناها بالعافية بالكاد يعني دي طبعا تديني negative تديني المعنى السلبي للجملة طبعا هو بيمشي بالعافية يبقى هي not space be very ill أكيد تعبان طبعا must ولا mustn't ولا shouldn't طبعا هنا الإجابة الصحيحة must be very ill أكيد عيان أو أكيد تعبان يبقى طبعا هنا letter A هي الصحة أحسنت مستر محمد ننتقل لبيجي number 27 مع مستر عماد المنشاوي تماما مستر 53 nothing is kept in the fridge he space have eaten all the food مفيش حاجة موجودة في التلاجة هو يكون تناول كل الطعام الموت مبدئيا كده can't or might أنا مش هفكر فيها لأن can't or might مش هيبقى لهم أي علاقة بالجملة يتفضلك must ويتفضلك may طب أنا متأكد من كلامي بدرجة كبيرة مدى متأكد من كلامي بدرجة كبيرة يبقى طبيعي أني هستخدم must may لما بقى متأكد من كلامي بدرجة قليلة الجملة no one is sure where Ali is but we think he space have gone to see his uncle محدش متأكد علي فين بس إحنا بنعتقد أنه هو راح علشان يزور عمه واضح جدا أن درجة التأكد في الجملة هنا قليلة لما تبقى درجة التأكد في الجملة قليلة مبدئيا A و B أنا مش هفكر فيهم هيتفضل حاجتين might و must معايا جماعة درجة التأكد في الجملة هتبقى دي جابة أكيد letter C اللي هي might شكرا أحسنت مستر عماد ننتقل لبيض جرامبور 28 مع مستر عماد حمدي تفضل للمستر طبعا نحن هنكمل سلسلة الددكشن اللي الزملاء بدأوها ونشوف كده طبعا هيا شباب احنا عارفين ان احنا بيبقى قدامنا available information واحنا في السنتنس دي بيزاد معانا available information about رامي الجملة مدية كده احساس ان رامي دراعه مكسور broken arm فبالتالي أنا هعمل هاوصل لكينكلوجين معينة ان رامي دوت واعمل على الدراجة يبقى على طول هاختار must have fallen letter C 5 6 the cup is empty الكب دوت empty مستر حسن يبقى عندي available information ان الكب دوت فاضي مستر حسن drunk his orange juice طيب المفروض ان انا بعمل ديدكشن بتاعي بس ديدكشن في شكل اكتف مش شكل باسف فبتالي هاختار letter A طالب يقول لي يا مستر انا هاختار must have been هاختار مستهاب been اقول لك لا هو مش تشارب هو الجملة بتقول ان مستر حسن شرب الكب فاذا انا الجملة عندي اكتف اذا الديدكشن بتاعي هيبقى في شغلة في صورة اكتف مش باسف احسن انت مستر عماد ننتقل لبيج number 29 مع مستر محمد علي اتفاضل مستر طبعا الجملة اللي عندنا برضو نفسي تكملها جملة الدكشن استنتاج نرى الجملة مع بعض بيقول لك she didn't see her brother this morning she spaced the flat very early طيب اول حاجة قبل مختار انا عندي هنا في الاربع الاختيارات الموجودة قدامي الجملة الدكشن موجود مست وكانت بس في منهم اتنين في المضارع واثنين في الماضي طبعا اللي خالينا اختار جملة دي مضارع على ماضي هي الجملة اللي هم الديهانية يقول she didn't طبعا هنا الجملة واضح ان هي ماضي يبقى اذا الاسنتاج بتاعها يكون في الماضي فاحزف اللي هي c واحزف d الاختيارات اللي عندي اللي ممكن بتبقى متاحة هي must have left اكيد طارق المنزل او طارق الشقة بدري او can't have left لا يمكن يكون طارق الشقة بدري او مبكرا طبعا المعنى بتاع الجملة هنا هي خلينا اختار must have left دي الاجابة المناسبة ديك هنا الجملة اللي وراها بيقولك there is water all over the floor use space to turn off the shower بيقولك فيه مياه في كل مكان وكان لازم تطفي الشاور واضح هنا الاستنتاج دي حاجة حصلت واصرها موجود حاجة حصلت في الماضي يبقى هستخدم deduction in the past طبعا deduction in the past احنا عندنا must have او can't have او may have او might have الجملة هنا اللي تنفع في المعنى عندي اربع اختيرات مفيش غير must have والتصريف الثالث هي forgotten و can't have والتصريف الثالث دول الواحدين اللي بيشرر للماضي الباقي طبعا مش هينفع علشان دول في المضارع طيب هبص على الجملة تاني المعنى هيمشي اكتر انهي في ما يفكون لما كان على الارض يبقى اكيدا تنسيت تطفي الشاور يبقى هقول must have forgotten احسنت مستر محمد ونتقل بيجو نبور سيرتي مع مستر احمد عبدالقادر فضل لمستر تمام استكمالا الجملة الدكشن اللي الزملاء بدأوها هنبدأ مع بعض رقم 59 نقرى الجملة مع بعض طبعا حل الدرس ده رقم واحد بيعتمد على ترجمة معنى الجملة فبقول هنا ان الشرطة عرفت كل شيء عن يعني طبعا القاتل ودي من هم عملوا يعني التحريات طيب هحدد كمان بتاع الجملة طبعا انا بعرف من عندي هي طبعا طيب يبقى انا هنا بقول الشرطة عرفت كل حاجة عن القاتل وعملوا كل التحريات يبقى انا هنا من المعلومة دي يبقى دايما وانا متأكد باخد بستبعد اولا كلمة بستبعد كلمة طبعا انا بقولهم اكيد عملوا تحريات يبقى ما ينفعش اقول كانت لاني كانت هنا معناها مستحيل وميت تشير اللي ان انا يبقى انا عندي وشود يبقى طبعا الاجابة عندي الجملة اللي بعدها رقم دينا سبيس هبين ات سكول يسترد نفهم معنى الجملة مرة تانية دينا سبيس هبين ات سكول يسترد بيقول الجزء التي انا بكس فيه جدا قيمة الغياب ما كانت شي تشمل اسمها لا تحتوي على اسمها طبعا ده معناه ان معنى الجملة مهم جدا في ده معناه ان هي كانت من ضمن الحضور وكانت وكانت مهم جدا في المدرسة احنا هنا بنقول الجملة كمان هنا موجود كلمة يسترداد يبقى بنتكلم دينا 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 يبقى هنختار مست هبين اكيد كانت في المدرسة لان المعنى الجزء التاني نيجاتيب احسنت مستر احمد ننتقل بيجي نمبر سيرتي ون مع مستر محمد فتح البيب طب نتابع كده مع بعض نفس الكلام في what a pity he is bleeding terribly he spays have had an accident طبعا معنى الجملة لازم طبعا زي ما قلنا زي الأساس اللي فاضل ما قال وان احنا المينينج طبعا عليه طبعا هي التلات اربع الفهم بتاع الجملة اللازم لازم افهم المعنى يلا لأسف هو بينزف he is bleeding terribly بينزف بشدة يبقى he have had an accident يبقى هو ما عملش حدثة ولا may احتمال ولا must اكيد ولا shouldn't طبعا هنا معنى الجملة واضح جدا ده ما انا ترجمت صح يبقى هنا معنى الجملة يا للأسف طبعا اكيد هو عمل حدثة يبقى must have had an accident يبقى طبعا الإجابة right answer is letter c number 62 if you are a well organized person نخلنا هنا بقى على نوع جديد ال conditionals اللي هي طبعا حالات if وطبعا طبعا قاعدة if طبعا مشهورة جدا في سنوات العامة ولا يخلو امتحان من قاعدة if طبعا الجملة دي طبعا كانت جدالية جدا وجد في 2019 وعليها كلام كتير جدا ولكن if you are a well organized person لو انت شخص منظم you not your time طبعا هي كانت في answer key النموذج الإجابة كانت letter c well manage ولكن طبعا فيه اختلاف كبير على الجملة دي انها كانت تنفع الاثنين اللي هي manage will manage بتفصيل كبير جدا فطبعا هنا نمشي طبعا في الاول على اللي هو الانسر key اللي هو will manage فطبعا لو انت شخص منظم يبقى انت أكيد طبعا will طبعا انت هتنظم وقتك كويس يبقى will manage نعم 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 ننتقل لبيج number 32 مع مستر عماد المنشابت فضل نعم نعم اساسية لازم تبقى موجودة في الامتحان الجملة القدامنا اللي هي 63 فاطمة would have spent the summer holiday in شرم الشيخ فاطمة كانت حتقضي اجست الصيف في شرم الشيخ if she the first prize in the art competition لو كانت فازت بالجائزة الاولى في المنافسة طيب انا لما بتبقى عندي جملة من جمل if انا محتاج طرفين عشان اعرف هي دي اي حالة فيهم بالظبط حضرتك عندك if حضرتك عندك الحالة الثالثة من f الحالة الثالثة من f انا بحتاج بعدها past perfect معنى الكلام ده اني مش هفكر في الاجابة ولا b ولا d هتفضل حاجتين had won hadn't won احنا بنقول فاطمة كانت حتقضي الاجازة لو كانت فازت هتبقى الاجابة المنطقية هنا جمعها طبعا letter a اللي هي had won طيب 64 if you mix yellow and blue you space green لو انت خلطت اللون الاصفر واللون الازرق هتحصل على اللون الاخضر احنا هنا يا جماعة نتكلم عن حقائق علمية حقائق علمية يعني present simple present simple هتبقى الاجابة المنطقية اكيد letter a اللي هي جت حسنا انت مستر عماد ننتقل لبيت جنوبر 33 مع مستر عماد حمني تمامي مستر if علي had taken the six o'clock train he space late for meeting طبعا يا شباب دي conditional if واحنا بركز قوي على conditional if وبنديها قدر كبير قوي لانها وغدا two units units 14 وunits 16 بالاضافة كمان لunit 15 if only فالحاجات دي مهمة جدا انت تعرف انه conditional هتتعامل معاها تمام فعشان كده بقول ايه افعلي had taken the six o'clock train يبقى انا عندي past perfect يبقى اذا واضح قوي ان هي third conditional يبقى انا من الجملة التانية اللي هي subordinated close او second close دي بختار would have او wouldn't have طب مين اللي من اللي بيحكم علي اللي بيحكم علي الميننج ارجح كده للجملة افعلي had taken the six o'clock train he wouldn't have been late for meeting اذا الاجابة letter d ماينفعش الميننج مش حيبقى ماشي معايا لو قلت لو علي خدت train بتاع six o'clock كان هيبقى متأخر اذا انا عاوز معنا نيجة في شوية فعشان كده انا هاختار letter d wouldn't have been sentence 66 if he the exam he would have failed طبعا بنرجع تاني يا شباب لif third conditional برضو الجملة دي محتاج past perfect في الفرست سنتنس او في المين close والجملة التانية اللي احنا سمناها سب ordinated clause بنختار would have وفيل طب هي would have وばست بشتسبل اللي هي فيل موجودة اذا انا هاختار past perfect اللي هي had taken خلي بالنا الجملة دي اصلا كان اصلها past symbol يعني الجملة بتقول يعني الجملة بتقول if he had taken معناها he didn't take the exam so he failed the exam فالباست symbol لما بندخل عليها F بنستخدم F جملة بتاعة F لازم اقرأ الجملة اللي موجودة عندي كاملة دعما بيجيب لك جملتين بتبقى جملة مطلوب منك ان حركة تختار منها الاجابة او بيجيب لك عليها اي اختيارات والجملة التانية بتبقى كاملة الجملة الكاملة اللي قدامك دي هي اللي بتقدر تساعدك بتعرف دي اي حالة لF بالضبط طيب حلو كويس هنا دي تعتبر fact انا حالة من حالات F اللي عندنا اللي بتعبر عني fact هي الحالة zero والحالة zero جملة بيبقوا present sample وحنا خدنا مع present sample بيضيف مع singular مع المفرد S او ES او IES الجملة او الاختيار اللي عندي من الاربع الوحيد اللي هو present sample هنا هي كلمة الاختيار رقم بي اللي هو growth طيب الجملة اللي وراها what would you have done if you space to clean the playground برضو هنا انا عندي F برضو كافين في النص هارا الجملة الاولى اللي هي كاملة عندي مكتوب ايه what would you have done انا عندي would have والتصريف التالت ده موضي الجملة دي تبقى جواب الشرط في F الحالة كام التالتة F التالتة third condition بتبقى past perfect والنحية تانية انا عندي الاربعة where asked ما تنفعش had asked ممكن asked have been asked تمام انا عندي الاختيار B و D الاتنين past perfect كويس اختر اني واحدة هاختر اللي هتشل المعنى انا عندي letter B D active مبنية المعلوم والletter D D passive هترجم من جملة عشان يطي يقدر تساعدني اختر اني واحدة بيقول لك ماذا كنت ستفعل لو انت يطر سألت انك تنظف الملعب ولا سئلت طبعا انا هتبقى اختار سئلت او طلب منك هتبقى D had been asked ودي هنا الاختيار بتاع F الحالة الثالثة شكرا لك عسنا مستر محمد ننتقل بيجي نومبر 35 مع مستر احمد عبدالقادر قدر مستر رقم 69 F they found their company they space it on their own طبعا قاعدة F بالقاعدة المهمة جدا زي من الزمنة اشاره 2 units في المنهج 14 و 16 درس مهم جدا لازم يبقى فيه اكتر من جملة في الامتحان الجملة دي جملة من الجمل الكمفيوزين جدا حتى مع الطالب الشاطر ممكن توقعه if they found their company اي جملة في قاعدة F بترتبط بجزءين الجزء الاول اللي بعد F دايما بنقول عليه جملة فعل الشرط الجملة التانية هي جملة جواب الشرط طب هم مديني الجملة الكاملة هنا فعل الشرط فبيقول if they found their company مهم جدا ان انا اعرف انهي حالة من حالات F مهم جدا اعرف معنى الجملة هنا لو مش عارف معنى الجملة هيبقى صعب جدا على ان انا حل if they found their company يا طرى found هنا هي الطاست سيمبل من كلمة find اللي هي يجد لا طبعا لان لو قلت if they found their company بمعنى يجد لو هم وجدوا الشركة هيقدروا ان هم يديروها لا طبعا هم لو اسسوا في انادر فرب اسمه found found دا present simple شبه الطاست قوي من find اللي هي يجد يبقى found هنا present simple معناه يؤسس والماضي منها by the way founded والتصريف التالي founded يبقى if they found their company لو اسسوا او لو هم ما ياسسوا شركة هيقدروا ان شاء الله they will run يديروها اخترت لي well لان الجزء الاولاني found the present simple الجزء التاني يبقى well plus infinitive يبقى well run طبعا هنا run مش معناه يجري run هنا I run my own business means ان انا I do it myself ان انا بعمل دا بنفسي يبقى they will run it on their own الجملة رقم 17 if we plant trees plant هنا not a noun it's a verb if we plant لو احنا هنزرع الاشجار then we space cleaner air لو هنزرع اشجار هنحصل على cleaner air الحقيقة بعض الطلبة ممكن تقوليني دي fact يبقى zero conditional نختار المفروض الجزء التاني اول جزء present simple plant يبقى الجزء التاني ناخد have مش بالضرورة ان احنا لما نزرع نباتات طالما فيه تدخل مننا تدخل البشري واستخدمنا في الجزء التاني يبقى هنختار يبقى well have دي it's not a fact ده احتمال لو زرعنا اشجار احتمال ده يساعد ان احنا يبقى عندنا احسنت مستر احمد ننتقل لبيتجو number 36 محمد فتح البيت فضل للمستر نكمل مع بعض برضو عندنا النهاردة في conditionals if ونخش بقى على جملة يعني شوية كده مليانة if the money he had space enough he would have built a new hospital لو الفلوس اللي معاه كانت ايه كانت كفاية يعني عايزين نقول كده he would have built a new hospital طبعا واضح من الجملة كده ان هي ده third conditional بجيب طبعا الجزء التاني would have built a new hospital طيب هنا عندنا طبعا عشان تخلي بالك من الكلام دوت if the money if هنا دوت conditional اللي هو the money ده السبجكت الفاعل طيب ايه اللي دخل هي بقى في الموضوع هنا هي هنا خلي بالنا دي طبعا جملة وصل relative clause كان فيه هنا طبعا which he had مفروض هنا كان فيه which وهنا طبعا ايه محزوفة if the money كان مفروض which he had يبقى كلمة he had دي بره الموضوع خالص مش بتاعتنا اساسا اصل الجملة الفلوس تكون كافية لو كانت الفلوس كافية يبقى يبقى طبعا الاجابة الصحيحة اللي هي had been طبعا اي طالب ممكن يبص كده على طول لكلمة مثلا had يفتكر ان هاد هنا يبقى انا عايز التصريف الثالث ياخد مثلا had او لو فيه been بس ياخدها لا طبعا طبعا هنا if the money had had been كانت كفاية he would have built a new hospital خلي بالك من الترك ده بتاع الجملة دي كويس طيب الجملة 72 if it freezes tonight يعني لو الدنيا برادت النهاردة هي مبرادة فعلا if it freezes tonight we noot heaters out around the orange freeze هنحط كده سخانات في الاشجار تمام مع الشجر بتاع البرتقان كده يعني الدنيا بقت برد النهاردة طبعا هنا الجملة دي جي بعد if present symbol مضارع بسيط يبقى النحة التانية بفكر على طول يا إما present symbol يا إما future على حسب بقى لو دي fact حقيقة ثابتة يبقى طبعا باخد هنا zero conditional present لو كانت first conditional أو حاجة يعني كده probable محتمل أنها تحدث يبقى باخد first بقى برد ممكن لا يعني فطبعا هنا دي حاجة ممكنة لكن مش fact مش حقيقة فطبعا هنا باخد first conditional اللي هي طبعا الإجابة الصحيحة اللي هي letter D will place هنضع will place heaters out around the orange trees هنحط طبعا سخنات في مع الشجر تمام حسن مستر محمد ننتقل بيجي number 37 مع مستر عماد المنشاوي تمام هنكامل معك جماعة الكلام عن قواعد F زي ما الأساس الأفاضل قاله وتعالوا نشوف الجنة جميلة جدا 73 if the heart stops working إذا توقف القلب عامل عمل this soon يتبع ذلك الموت طيب أنا هنا جماعة بتكلم عن حقائق حقائق علمية يبقى أنا محتاج present sample present sample ده معنا أن أنا مش هفكر في الإجابة ولا B ولا D يتفضل لحضرتك A و C والإثنين present sample حضرتك إحنا بنتكلم عن this الموت اسمه مفرد يبقى أنا محتاج verb answers هتبقى الإجابة follows 74 جملة جملة جدا I always space a severe headache if I spend much time on the computer والله أنا أصاب بالصداع إذا جلست أمام الكمبيوتر لفترات طويلة مستر دي حالة إيه دي حالة سفرية بس على فكرة مستر دي مش حقيقة علمية على فكرة جماعة مش شرط أن نستخدم الحالة السفرية عشان أعبر عن الحقائب علمية أنا ممكن أن نستخدم الحالة السفرية عشان أعبر بيها عن حاجة اسمها النتائج المنطقية تمام ودي معلومة مهمة جدا ولو سمحت خلي بالك منه يبقى المنطق هنا حضرتك محتاج present sample مدرع بسيط هيبقى مفيش عندك إلى الإجابة لتر دي اللي هي جات أحسن أنت مستر عماد ننتقل اللي بيجي نمبر سيرتي مع مستر عماد حمدي مستر عماد تمامي شباب نكمل كلامنا على ومعنا جملة هنا بتتكلم عن بس دي حالة حالة بص كده الجملة بتقول how long space away if she chooses Paris هل does she be ولا will she be ولا is she ولا would she be طيب نتفق أولا يا شباب أني دي تفرست كونديشنال طب مستر نحن نعرفنا إزاي أن هي تفرست كونديشنال لو تبص تاني في المين كلاوز اللي بعد في الجملة الأساسية اللي بعد إف نلاحظ أنها present sample اللي هي تشوز فإذا طبيعي بديهيا حتى هو كمان الجملة ما كانش فيها لف ودهوران فالإجابة هتبقى على طول will she be على أساس أن هي present فهيبقى في جملة جاوب الشارت will والإنفاناتف ولكن نجي في شكل سؤال ولكن أنا عاوزكم يا شباب تخلي بالكم من جزئية هقولها مهمة جدا حوار إن will والإنفاناتف بس لا نحن نكبر دماغنا شوية ونحاول نشوف المعلومة بكل أنحقها ونشوف الحاجات اللي هي between the lines وده إن شاء الله اللي هنغطيه هنا في كل الحلقات القادمة بإذن الله بحيث أن انت ما تحتاجش لأي حاجة تانية في اللغة هنجيبلك كل في كل في المنهج بإذن الله فأنا هنا بنوه بس لحبيب الطلاب على حاجة مهمة جدا إن أنا ما يشترطش يكون عندي will والإنفناطف بس أنا ممكن ليا حاجات تانية أنت ممكن حضرتك تتفاجئ في أو في جملة جواب الشرط يبقى فيه يبقى فيه ممكن تلاقي ممكن تلاقي ممكن تلاقي ممكن تلاقي بدائل تانية إن شاء الله هنجيبلك جمل عليها ونشرح لكم بالديلز بتاعتها إن شاء الله في الحلقات القادمة ولكن إحنا دلوقتي بنأسس بس الحاجات السوابت بتاعت المنهج لكن بإذن الله هتشوفه بفاجآت كتير جدا هتعجبكم بإذن الله في الحلقات القادمة نشوف السنتنس اللي بعديها 57 بيقول لي space he understands the lesson if he read the summary جميلة أول جملة وفيها تركي عجباني قوي إنت لو تلاحظ في المين close بتاعت if الverb read طالب بيتصرح شوية يقول لي مستر أنا شايف إن دي first conditional هقول لك يا راجل طب لو first conditional حضرتك كنت هتلاقي في الverb read الاس بتاعت third person كتباية if reads إذن حضرتك استبعد قوي كون إن الجملة دي تكون جملة first conditional الجملة دي فعلا second conditional والركز قوي يا شابب على مجموعة الverb اللي شكلها ما بيتغيرش في يعني هتلاقي هنا الverb read 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 cut 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 hit hit وهكذا من الverb اللي الشكل بتاعتها ما بيتغيرش وبالتالي الجملة دي second conditional تاني لي يا مصدر هي مش first conditional لو كانت first conditional كلنا لقينا الاس بتاعت third person فهتبقى إجابة من غير ما فكر would he understand سأنتم مصدر عيمان ننتقل لبيجي number 39 مع مصدر محمد علي فضر الجملة عندنا من جملة برضو من تكملة قاعد if بس هنا هون يجيب لك if يجيب لك بداية if طيب تعالوا نبص على الجملة space you wear in China what food would you eat طيب أول حاجة أنا متعود دائما لما لايه if لا مش لازم ممكن يحط لك أي حاجة من بدال if انت عندنا آخر وحدة في المنهج بتتكلم على بدال if طيب هبص على الأربع الاختيارات اللي عندي عشان أعرف أختار أنا واحدة ومنسبة طيب تعالوا نبص على لو لاحظة in case of in case of معناها في حالة بس in case of بيجو رأها verb ian jay أو noun والجملة اللي عندي هنا دي جملة كاملة مكتوب you were in China طبعا دي جملة كاملة فمتنفعش الاخترار اللي بعدين unless حلو unless بيجو رأها جملة كاملة بس معناها إذا لم أو لا طيب see suppose افترض أو افرد ودي واحدة بتساوي قواعد if الحالة التانية والحالة التالتة واخر حاجة عندي كلمة without بيجو رأها معناها بدون فانا هستبعد A وهستبعد D عشان دول ما بيجيش وراهم غير verbal ما ينفعش يجي وراهم full sentence طيب عندي B وعندي C لا خلينا اختار سواء B أو C هو المعنى طيب يقول لك انت كنت في الصين الطعام اللي انت هتأكل لو انت كنت في الصين افطر اللي انت كنت في الصين فالإيجاب اللي عندي احسن هي C اللي هي كلمة suppose طيب سؤال لوراء I would have enrolled on the accountant's course space its high cost طيب برضو هنا انا عندي بدية F هبص على الجملة اللي بعد الspace اللي بعد ه نقط هنا ديبش جملة the phrase أو noun بقول its high cost التكلفة العالية طيب هبص على بدية F اللي عندي الاربعة اللي ممكن يجي وراها noun اول حاجة عندي كلمة provided that بتسوي F جميع حالتها وبيجورها جملة كاملة وهنا ما عندي جملة فمتنفعش B نفس الكلام شوت بتسوي F في الحالة الأولى والتانية بيجورها subject بعكية infinitive وهنا ده noun بس فالأسف برضو متنفعش C unless اذا لم أو لو لا برضو بيجورها full sentence جملة كاملة وهنا الاسف ده noun بس فمتنفعش مفيش غير آخر حاجة ودي بدائل F وبتساوي كلمة without عشان كده هاختار D بدائل أحسان انت مستر محمد ننتقل لبيج number 40 مع مستر أحمد عبدالقادر تفضل تمام هنكمل برضو جملة رقم 79 بدائل F عندي الجملة بتقول طيب لما بص في الجملة دي لازم الاول نعرف هي انهي حالة من حالات F طب هعرف من الجوز الاولين هو اللي بطلوب مني ان اختار يبقى هبص على الجوز التاني طبعا دي حالة تانية مش هينفع بقى طبعا عشان لو بدأت بقى هقول لازم وراها ال وبعدين يبقى في هد يبقى هنا مش هينفع بقى بقى وطبعا مش هينفع تشود يبقى sure الاجابة عندي هاد هاد يملك لو كان يملك فلوس كان هيشتري عربية ادمين فرب يبقى دي من F هاد وبعدين الجزء التاني وود وال مصدر الجملة اللي بعدها جملة رقم 80 صلاح لو محتاج لأي معلومة على طول اطلب من صلاح الجملة دي جملة امرية ففي معلومة بتقول ان من بداء ال F احيانا should يجوز ان انا استخدم should في حالة الامر فهنا الاجابة تبقى should should you need any information ask صلاح احسن مستر رحمد ننتقل بيجو نمبر 41 مع مستر محمد فتح الباب اطل نمبر 81 برضو نكمل في F Conditionals وهنا عندنا في الجملة 81 space she been more careful she wouldn't have broken her leg يعني لو هي بالمعنى كده لو كانت حريصة ما كانتش كسرت رجلها if were had should طبعا هنا ببص دايما على الجزء الثاني she wouldn't have broken طبعا هنا ملاحظ wouldn't have والpast participle التصريف الثالث ثلاث حاجات يبقى الحالة الثالثة ابص الناحة الثانية لو لقيت ثلاث حاجات يبقى الحالة الثالثة wouldn't have broken wouldn't have broken طبعا هنا يبقى هنا طبعا عندنا اختار F وبعدها past perfect طب هنا موجود في الجملة been بس ما فيش هد راحت فين احنا عارفين ان في third conditional الحالة الثالثة ان انا ممكن اشيل if وحط مكانها كلمة a مكانها كلمة had يبقى هنا الاجابة الصح had she been more careful she wouldn't have broken her leg كان اصلها الجملة ديت if she had been more careful تمام يبقى طبعا الاجابة الصح اللي هي letter c طيب عندنا number 82 i could never have found such a good job space thank you شكرا انا ما كنتش هاخد الوظيفة ديت او هاجد الوظيفة ديت عايز اقول بدون مساعدتك يعني او بدون ان انت وقفت معايا طب تعال كده نشوف طبعا ملاحظ طبعا نلاحظ اني الجزء التاني او الجزء التاني could never have found اللي احنا لسه قلنا عليه could وبعد كده have past participle دولة التلات حاجات يبقى دي الحالة التالتة يبقى لازم اخد past perfect تمام طب نقرى الجملة choice a if i haven't graduated from oxford university طبعا الجملة دي ما تنفعنيش لان انا عايز past perfect ما نفعش i haven't تمام letter b unless i study study هنا present انا مش عايز كده انا عايز past perfect if i hadn't been unemployed لو انا ما توظفتش ما كنتش هلاء الوظيفة طبعا دي مش مش مديها المعنى طبعا الاجابة الصحة اللي هي letter d if it hadn't been for your help بدون مساعدتك if it hadn't been for your help so without your help بدون مساعدتك ما كنتش قدرت ان انا اتحصل على الوظيفة دي فالاجابة هنا صحيحة letter d if it hadn't been for your help احسنة مستر محمد ننتقل لبيج number 42 مع مستر اماد المنشاو فضل المستر تمام تاني بأكد على ولادنا وبناتنا الطلاب لما تيجي تعمل مع بدالي if لو سمحت بص على جملة جواب الشرط الكلام ده مهم ايه وعشان ايه هتساعدك انك تعرف تحل الجملة كويس طيب والله لو كان عنده خطة كويسة ده ما كانش حيضيع الوقت مبدئيا كده انا عندي ناحية تانية في wouldn't يبقى انا كده بتكلم في الحالة التانية من if طيب مستر مبدئيا كده انا هنا مش هفكر ولا في if ولا هفكر في shoot if و shoot محتاجين يبقى فيه معاهم verb فاضل لي حكتين فاضل لي had فاضل لي where طبعا المنطق بيقول ان انا هاختار had لانه هي المناسبة للمعنى بعد كده raining space raining دي جملة 84 space raining we won't be able to finish the game تاني بص على جملة جواب الشرط هتلاقي فيها won't be able يبقى انت كده بتتكلم في الحالة الاولى يبقى مبدئيا مش هنفكر في ايه ولا حتى هنفكر في الاجابة اللي هي دي يتفضل لك حكتين should it stop وunless it stops اكيد المعنى محتاج unless it stops اذا لم تتوقف الامطار فانا نتمكن من انهاء الامطار احسنت مستر عماد ننتقل البيتج number 43 مع مستر عماد حمدي تفضل مستر تاني يا شباب هنتكلم على بداء ال-f وزي طبعا الزمل ما وضحهم ان احنا بأكد قوي على المينينج وانا بحل الجملة اترجم الجملة كويس اشوف القاعدة بتاعت بديل-f هي اللي ماشية ولا طب نشوف كده sentence 85 space he arrived early yesterday he could have attended the conference طبعا واضح قوي ان فيه subject وفيه بست participle على طول وانا مغمض عيني هاختار هاد طب مستر انا عندي hadn't قالك ارجع للمينينج بقى هو بقول ايه had he arrived early yesterday ما هو لو وصل انبارح بدري he could have attended the conference كان لحق الconference طب شاب بيقول لي مستر انا اختار ايه من عندي بست participle واعمل على second conditional انت قلت بنفسك second conditional طب هال second conditional حضرتك هلاقي عندي في الصبوردينيت close الناحة التانية could have وبست participle فطبعا مش هينفع وهيبقى الاختيار زي ما قلت هاد sentence 86 بقول space his unexpected death he would have been the world wrestling champion several times لاحظ حضرتك ان فيه ناون فيه ناون في الجملة his unexpected death طب مستر انا عاوز اقول بدون موت المفاجئ كان اصبح البطل المسارعة العالمي قالك بدان في ناوني انا كده ايه اصبح اختياري متركز على حاجات معينة منها بات فور وهي دي الاجابة الصحيحة لولا بدون موت المفاجئ كان اصبح البطل العالمي لو كان فيه وزود برضو كده هتبقى الاجابة صحيحة احسن تبصر عمال ننتقل لبيجيو ناونبر 44 مع مستر محمد علي الجملة اللي عندي جملة برضو من بداية الاف تعال نكيب بصع الجملة الاول you can drive my car space you are extremely careful طيب حلو هبصع الجملة هنا البداية اللي عندي الاربع اختيارات if لو unless اذا لم but so that لكي وكلمة but معناها ولكن طبعا هنستبعد but so that عشان المعنى او الميننج هنا مش باس ايه تمام او مش باس سليم فهبص اختري if you are unless هبص على الجملة اللي عندي هقول لو انت هسوع الربيتي يبقى لو محتاج او لو انت ايه شخص حريص جدا يبقى الوحيدة اللي عندي تنفى هنا هي كلمة من if اللي وراها يقول لك space في الاول you invest your capital well capital بمعنى رأس المال but you won't make a profit مش هتحقق اي ربحة واي مكسب طيب هبص على الاختيارات اللي عندي الاربع اختيارات هي if والبدال بتاعتها طبعا في حاجات هنستبعدها علشان هنا عندي جملة كاملة you invest your capital هستبعي كلمة without عشان بيقوا راه verb i and j and now و عندي if و in case الاتنين بيصووا بعض تمام معناهم لو او في حالة هقول طبعا هنا هتطلم عندي حاجات بتصوى بعض وهبص على المينينج طيب هقول لو استصمرت رأس المال بتاعك كويس مش هتحقق ربح ولا اذا لم لا طبعا اذا لم فالوحيدة اللي هنا اللي هتنفع هي كلمة unless تمام سنتر ستب محمد ننتقل لبيديو نمبر 45 مع مستر احمد عبدالعاتر طيب سنتنس رقم 89 space the development in medical research many patients would have that طيب الطائسة عندي letter A if it weren't for in case of without unless طبعا مش هينفع عندي الجزء التاني من الجملة would have يبقى ده يبقى ده حالة ثالثة من F طيب الجزء الاوليني the development in medical research ده noun طالما noun يبقى انا قدامي هنا هقول المعنى طبعا بدون اي تقدم طبي او الابحاث العلمية يبقى هنا without يبقى without وراها noun without the development in medical research اللي بعدها 90 without his health بدون مساعدته الجملة دي جميلة قوي نركز عليها without his help بدون مساعدته I space that job I'm really very thankful to him أنا بشكره جدا جدا يبقى هنا بدون مساعدته عمري ما كنت هقدر اخذ الوظيفة او احصل على الوظيفة يبقى I wouldn't have taken A letter C احسن مستر رحمد ننتقل اللي بتجي number 46 مع مستر محمد فتح الباب طبعا number 91 طبعا هنا بنخش على بقى new rule القاعدة جديدة اللي هي I wish I have an old car أنا عندي عربية قديمة I wish I not a modern one يعني نفسي يكون عندي واحدة حديثة طبعا هنا wish دايما احنا بنرجع ورا خطوة لو انا بتكلم على مضارع يبقى بعد wish ماضي لو انا بتكلم على ماضي نرجع ورا خطوة يبقى ماضي تام اما في future في المستقبل ياما ود ياما كود طبعا هنا I have an old car دي طبعا reality in the present يعني حقيقة في اي المضارع يبقى I wish I had a modern one يبقى letter A طبعا جملة 92 نفس الكلام برضو oh I didn't bring my mobile أنا ما جبتش الموبايل معايا لاحظ الجملة هنا زمانها ماضي أنا ما جبتش يبقى I wish I know at it ياريتني كنت جبته أو ياريتني كنت افتكرت ان انا جيبه يبقى في الماضي يبقى طبعا ماضي يبقى اخذ الماضي تام ارجع ورا خطوة يبقى letter C had remembered تماما أحسنت مستر محمد ننتقل لبيجي number 47 مع مستر عماد المنشامي 93 I wish Maha let me use hair computer أنا كنت عاوز أو كنت بتمنى ان مaha تسمح لاني أستخدم الكمبيوتر بتاعها واضح ان اللي بيتكلم بيعبر عن حاجة اسمها الضيق هتبقى الإجابة المنطقية هنا جماعة would اللي هي letter B I wish I better in the last exam كنت أتمنى اني أبقى أضيت بشكل كويس في المتحان اللي فات انا بعملوا منية في الماضي فبحتاج ماضي تام هتبقى الإجابة المنطقية letter B had done أحسنت مستر عماد ننتقل لبيجي number 48 مع مستر عماد حمدي تماما يا شباب طبعا أنا عندي موجود في الجملة وعندي كمان الجملة فيها معرفة كده معناها I don't know where my friends are يبقى الإجابة بعدا من ديها معنى present يبقى أنا أختار past يبقى الإجابة new number D سلوة مثلسة معاش فلوس يعني she wishes she spent خلي بالك all her money yesterday بدان في yesterday طبعا باختار past perfect لأنه نوع من regret يبقى اختار hadn't spent all care money yesterday أحسنت مستر عماد ننتقل لبيجي number 49 مع مستر محمد علي Dalia regrets not finishing her work yesterday she wishes she's placed أول حاجة أنا عندي كمية regret جاي وراها ING دائما لما تلاقي كمية regret جاي وراها ING يبقى الحاجة دي حصلت في الماضي وأنا بنزم عليها وإحنا قول لأنني نيجي نعبر أو نسلم واش في التعبير عن شيء في الماضي بيقى وراها ماضي تام فاختار had finished اللي وراها I wish she's placed the test successfully last year أنا عندي last year بشير القملة دي للماضي يبهي هنا عندي I wish بيقى وراها ماضي تام هاختار had passed شكرا شكرا شوف مع بعض the last bit شو معنا مع مستر أحمد عبدالقادر الجملة 99 I feel very sick أنا أشعر أني مريض I wish I space old that chocolate yesterday ياريتني ما كنت كلت التشوكليت دي مبارح معنا كده أن أنا عندي regret ندم يبقى had زائد البي بي يبقى hadn't eaten ياريتني ما كنت كلت الجملة اللي بعدها آخر جملة what I said yesterday upset my close friend اللي أنا قلته مبارح أزعك صاحبي جدا القريب مني I wish I space وياريتني ما كنت قلتله كده ياريتني ما كنت زعلته برضو فيها regret يبقى hadn't said أحسنت أحسنت مستر أحمد مستر محمد فاتف الباب في نص دقيقة لو عندك أي رسالة سريعة للطلبة بتاعتك طبعا بصفة عامة أو بخصوص الكتاب طبعا نكمل طبعا ونقول الطلبة كل الطلبة إن شاء الله في وقت إن إحنا نكمل مذاكرة نبدأ من دلوقتي لازم في نحن نحل كل أنماط الأسئلة مش السهل بس ومش الصعب بس يعني كل الأسئلة نهتم بالفوكاب والجرامر ده زي دوت طبعا كل الأسئلة اللي إحنا جديدة واللي إحنا مقلفينها موجودة في كتاب مدرس على هاو وهنحل منه إن شاء الله هنا في البرنامج بإذن الله بستر عماد المنشاوت حب تقولي لطلبة إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله هتبثنا جميل عليكم وكلكم بنصحك إنك تعتمد على كتاب موصوق في زي الكتاب بتاعنا اللي عاملينه أحسن مدرسين في مصر لأفكار كلها منطقية أفكار كويسة جدا بتغطي كل حاجة ممكنة وبإذن الله هيحلوا معاك لأساس زي دوتوى برنامج بإذن الله مستر عماد حمدي تحب تولي اللي طلبتها تمام حباية طلاب في كل مكان في مصر أنا عاوزكم تتطمنهم اهدم رياحوا عصابكم مش عاوز توتر خالص إن شاء الله إحنا عمل لكم كتاب بالفعل حاجة غير مسبوقة جدا توسطنا عملنا حساب الطالب اللي هو مش مراجع وعملنا حساب الطالب الشاطر الطالب الدحيح بلغتكم يعني جبن لكم الحاجات اللي هي وإن شاء الله حتشوفوا مفاجآت كتير إن شاء الله تسعدكم وتثبت خطركم إن شاء الله في الامتحان ربنا أفاك وكلوك يا رب مستر محمد علي تقول لي لطلباتها حاجة أقول لي كل الطلبة في مصر اللي هم طبعا محتاجين إحنا وضيناك فترة كويسة نقوم شهراتها لغاية الامتحانات وضيناك فترة كويسة تقدر تلم كل اللي أنت نقصك وتقدر تحل أسئلة كتير وإحنا الحمد لله عندنا نجمع كمية كبيرة جدا من الأسئلة شامل جميع أجزاء سواء الأجزاء المعتادة أو اللي بيرو عليها out of the box وإن شاء الله يعني خلال البرنامج هنقدر نحل معكم كل الأسئلة دي بحيث أن حرارك تقدر تلم كل نقطة في المنهج مستر أحمد عبدالله هدرت ولي اللي طلبة بتاعها بقول كل الطلبة اللي بيتتبعنا في كل محافظات مصر إن شاء الله أن الفترة الجاية هتبقى فترة قوية جدا من المرادعات هنغطي فيها كل أجزاء المنهج بشكل محترم وبشكل كافي من كتاب عمله مجموعة مجرسين من أفضل معلمة مصر إن شاء الله هتشوفوا أفكار جميلة هنغطيها بإذن الله في البرنامج وإن شاء الله هتحظى بإعجابكم وربنا يكرمكم إن شاء الله ويكلل تعبكم بأفضل كليات بإذن الله شرفتونا جميعا ونتمنى إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة وتمانياتنا الخلبية لكل طلبنا الأعزاب التوفيق والنجاح إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم